أهلاً أهلاً 85% من أولياء الأمور اليوم يقولون بأن الوقت الذي يقضيه أطفالهم في اللعب هو أقل بكثير من ذاك الوقت الذي قضوه هم في اللعب عندما كانوا صغاراً 80% من الناس عامة الذين استفتوا يقولون بأن هناك ضغطاً كبيراً على الأطفال اليوم كي يكبروا وبسرعة وهناك طفل من كل خمسة أطفال يقول بأنه مشغول جداً كي يلعب لا وقت لديهم كي يلعبوا وهناك دراسة تقول بأنه ما بين السنة 1980 و2020 حصل هناك تناقص كبير في عدد الساعات التي يقضيها الأطفال في اللعب في الأسبوع ولكن نحن نعرف بأن اللعبة مهم جداً هو ليس كماليات وليس يمكن أن تلعب ويمكن أن لا تلعب وإما اللعب الحركي الذي فيه حركة يقفزون يلعبون يتسابقون يركضون يضحكون هو مهم جداً لنمو الأطفال الاجتماعي والعاطفي والإدراكي والجسدي وأن منه من هذا اللعب يتعلمون الإصرار يتعلمون العزيمة يتعلمون حل المشكلات وغير ذلك من الأساسيات المهمة التي دونها نعرف بأنهم عندما يكبرون ممكن أن يكونوا عرضة في حال أنهم لم يلعبوا كفاية ممكن أن يكونوا عرضة للسمنة عرضة للاكتئاب عرضة لأن تكون شخصياتهم عنيفة أكثر وهكذا فإذن اللعب ضروري جداً اللعب الحركي مهم جداً ليس اختياراً ليس كماليات علينا أن نتأكد من أن أطفالنا لديهم الوقت الكافي كي يلعبوا في الخارج كي يمثلوا الأدوار داخل المنزل يفعلوا مسرحيات نستمع إليهم نقضي هذا الوقت معهم وبأن اللعب على درجة عالية جداً من الأهمية ويطوروا أيضاً المهارات اللغوية بشكل كبير فكروا فيها